اليوم رح نعمل فانوس رمضان بفكرة اكتر من رائعة بانينة بلاستيك بدنا نرميها بالزبالة رح نعملها بفكرة كتير مهضومة وكتير حلوة يعني اذا ما في فلوس ما معنا مصاري ما منعمل فانوس رمضان ما منشتري فانوس لأ رح نعمل فانوس ونفرح ولادنا تنعاد عليكم بلشنا بالسيام فتنا برجب وباقي شعبان ونبلش بشهر رمضان بداية متل ما شايفين جبت عايد الانينة استقصدته تكون الخضرة اني انت سفن قبلة حتى اعمالها وتعطيني لون كتير حلو جبت هيدول القطع على الزينة وجبت متل ما شايفين فرد الشمع وبشارة بيت الزينة بهيد الطريقة طريقة كتير حلوة وكتير سهلة متل ما شايفين احبقي خبروني حضرات قد من اي بلد عم بتشوفوا هيدا الفيديو واذا اول مرة بتشوفوني وحبيتوا المحتوى وحابيني وصلكم مني كل جديد نزالوا لتحت لأسفل فيديو اشتراك فعلوا جرس وتبسوا على كلمة الكل وبتمنى انه هيدا الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس بعمل شير للفيديو لحتى كل الناس تستفيد من هيدا الفكرة الكتير بسيطة بس ادقوني معناتها كتير كبير لكل طفل هوني متل ما شايفين انا مكملة نقات اللون الدهبي واللون الفضي اللي بيلبق على الاخضر وكمان رح اعمل من تحت متل ما شايفين طيب بحال من احنا مش قادرين انه نجيب هيدا الورق الزينة الالوان طب نحنا شو منقدر نعمل فينا نجيب الشارتيتون العادل اللي زائي الابيض واللزائي الاسود اللي موجودين بالدكاكين ونلزق فيهم الانينة بيصير عنا ابيض واسود ابيض واسود بهيدا الطريقة كمان بيطلع عنا فانوس كتير حلو رجعت جبت السكينة بهيدا الشكل ورح جيب لهم قص ورح بيشر بقص الانينة كلها يتا لفوق فكرة كتير بسيطة وكتير سهل عملانا احبائي فرحوا ولادكن وفرحوا ولاد اصحابكن بهيدا الفكرة رح نباشر بالقص شوي شوي بهيدا الشكل احبائي بدنا نقصها كلها يتا لحتى نعمل شبكة كتير كبيرة بهيدا الشكل كمان من المي للتانية بدي كمان قصها بنفس الطريقة اللي عملت فيها اول وحدة يفضل طبعا انه متل ما شفتوا انا فكات الغطى الانينة من فوق لحتى الهوى الموجود بالانينة يظهر لاقدر اني شق الانينة بكل سهولة كمان بنفس الطريقة احبائي رح اعملها كليتا من قصها شوي شوي ونحن وعم نشتغل من انتبه على قصابيعنا بهيدا الشكل هلأ منصير بنعملها من فوق بهيدا الطريقة انا هون استخدمت الانينة الكبيرة الابو جامبو فيكن طبعا تستخدموا تعملوا كذا انينة صغار بهيدا الطريقة منصير منكبسها شوي شوي بهيدا الشكل الانينة وقت نكبسها لبلستيك رح ياخد الشكل اللي نحنا بدنا اياه به التكبيس بهيدا الشكل على الجوانب منصير منكبس بهيدا الطريقة وبعد ما كبستها كل اياتا رجعت جبت كمان من جديد حطينا للساء الشمع وبشارت بوضع شراية الزينة بهيدا الطريقة صرت حط خط فضي خط دهبي خط فضي خط دهبي لحتى قدرت احصل على زينة كتير حلوة لفانوس رمضان متل ما شفته فانوس عملته ببلاش اسعدت ولادي وفينا نعمل نحنا بايدنا ونعطي اصحابنا نعطي ولاد مثلا الفكرة كتير كتير حلوة فينا نعمل ونحط مثلا على البرندات عنا هلا بتشوفوا كمان طريقة التضوية جبت هايدي القديحة القديحة بالضوة وفكيتها وحطيتها داخل الفانوس او داخل الانينة اللي انا جهستها ومتل ما شايفين قدرت اني احصل على فانوس كتير حلو هايدي احباقي كانت فكرة اليوم بتمنى تعملوا كتير شير لتساعدوا كتير ناس انا بحبكم كتير رح اشتقلكون للفيديو القادم انشاء الله تنعاد عليكم يا رب الصحة والخير والسلام كما شفتوا فانوس بسيط جدا بس فرح كتير ولاد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة